دلوقتي موجز الأخبار معالين دا تفضلي لنا شكرا شازني أستمنى بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شدد رئيس عبدالفتاح السيسي على دعم مصر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا للليبيا الشقيقة والحفاظ على وحدة أراضيها وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي وأوضح رئيس السيسي أن ذلك يأتي في إطار المبدأ المصري الثابت الدعم للطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤوليتها ودورها وصلا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا وإنهاء المرحلة الانتقالية بما يتيح للشعب الليبي المجال لتقرير مصره واختيار قيادته وممثليها جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن المنيفي ثمن الدور المصري الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة الرئيس السيسي لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية التي تليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها أنجولا في مختلف المجالات لسيما التبادل التجاري والاستثمار إلى جانب التعاون الأمني والعسكري وخلال استقباله وزير خارجية جمهورية أنجولا تاتانتونيو شدد الرئيس السيسي على حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأنجولي فيما يتعلق بسبل تعزيز أليات العامل الإفريقي المشترك وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الأنجولي نقل رسالة خطية من الرئيس الأنجولي جواو لورنزو والتي أكد فيها تطلع بلاده لتطوير مسار العلاقات الثنائية وأضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية بما فيها مكافحة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف في القارة يعقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم جلسة مباحثات مع نظره الأنجولي تتانتونيو الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة ويتناول اللقاء العلاقات المصرية الأنجولية وصبل تعزيزها في كافة المجالات بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختم المباحثات كما يستقبل وزير الخارجية الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان كما يلتقي الشكري مع الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب الأعمال أعلن التحالف العربي وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني اعتبارا من صباح اليوم وطوال شهر رمضان وذلك من أجل إنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية لصنع السلام بناء على دعوة أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية نيف الحجرف وذكر التحالف أن هذا القرار يأتي دعم للجهود والمساعي داعم للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق وذلك في سياق المبادرات والجهود الدولية برعاية المبوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن والمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل قال البنك الدولي أنه وافق على تخصيص 400 مليون دولار لتونس لمساعدة حوالي 900 ألف أسرى تونسية ضعيفة للتعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية لأزمة كورونا وقال إن التمويل الإضافي سيستمر في تقديم تحويلات نقضية للأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس أعلن البنتاجون أن روسيا أعادت تموضع عدد قليل من قواتها قرب كياب لكنها لم تنسحب وربما تتحضر للقيام بهجوم كبير في مكان آخر من أوكرانيا وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي أن روسيا فشلت في هدفها بالاستلاء على كياب موضحا أن هناك تزايدا في الناشاط الهجومي من قبل القوات الروسية في منطقة دونسك الانفصالية أما رياضيا فعلق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني على خسارة مصر أمام السنغال بركلات الترجيح في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكتب كيروش عبر صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الحلم انتهى وإننا قد بذلنا قصار جهدنا ولكن لم يكن كافيا معربا عن شكره لاتحاد الكرة على شرف تدريبه المنتخب المصري وعن تقديره لكل لاعب المنتخب المصري نهاية مجزة الثمينة نعود الاستكمال باقي فقرات طبع خير يا مصر بعد الفاصل